اشتركوا في القناة اراد الله ان يكافئه فرزقه ولدا اخر لتقر به عينه ويكثر نسله بعث الله سبحانه وتعالى الملائكة لتبشر ابراهيم عليه السلام وزوجته سارة بهذا الولد جاءت الملائكة على هيئة ضيوف ودخلوا على إبراهيم عليه السلام وهو لا يعرف أنهم من الملائكة وكان عليه السلام معروفا بإكرامه للضيف فذهب وجاء بعجل سمين شواه على النار وقدمه لضيوفه ليأكلوا منه ظنا منه بأنهم من الآدميين لما وضع إبراهيم الطعام لهم لم يمدوا أيديهم إليه ولم يأكلوا منه فخاف إبراهيم عليه السلام من ضيوفه لعدم أكلهم من طعامه ولما رأى الملائكة من إبراهيم عليه السلام الخوف طمأنوه وأخبروه بأنهم ملائكة أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط ليوقعوا عليهم العذاب والهلاك لما سمعت بذلك زوجته سارة فرحت لعلمها بسوء ما يفعله قوم لوط فبشرتها الملائكة بالولد وأن الله سيرزقها إسحاق عليه السلام وأنها سترى ولد ولدها وهو يعقوب عليه السلام وهنا استغربت السيدة سارة من هذا وتعجبت وتساءلت كيف وهي عجوز عقيم وزوجها صار شيخا كبيرا فردت الملائكة وقالت أتعجبين من أمر الله فإنه لا يعجزه شيء وهذه رحمة منه ومن رحمة إبراهيم عليه السلام وطيبة قلبه أنه لما اطمأن بالبشرى وذهب عنه الخوف تذكر قوم لوط وما سيحل بهم من عذاب الله وأن فيهم لوط عليه السلام وهو ابن أخيه وأراد أن يخفف الله عنهم العذاب وتضرع إليه يرجوه ذلك فأمره الله سبحانه وتعالى أن يعرض عن هذا الجدال لأن أمر الله بإهلاكهم قد قضي ولن يرد وطمأنه ربه بأنه سينجي لوطا وأهله إلا امرأته الكافرة فلم ينفعها مكانتها من نبي الله لما كفرت ولم تعمل صالحا